تنويه الحلقة دي عبارة عن جزء ايه ده الجزء التاني الجزء الاول كان فيه الاختيارات حضرتك لو لسه ما شوفش الجزء الاول انزل في صندوق الوصف اتلاقي روابط كل حلقات لجزء التاني من بوكلت نمبر فور ايه لامتحان السابق امتحانات الوركبوك اه وزي ما متعودنا بنبدأ بالقطع والقطع عبارة عن ايميل بعتها علا لداليا وبتتكلمها عن الشركة اللي هي كان مقدمة لها والانترفيو اللي تعمل معاها اه القطع اهي ايميل وادي السؤال الاول السؤال الاول بيقول which of these questions did the manager ask ايه من الاسئلة التالية سألوا المدير اه لا علا السؤال بيقول اي الاسئلة عندك الاسئلة بتقول do you do volentering ولا can you do volentering ولا have you done any volentering ولا why don't you do volentering اكيد هو السؤال number c have you done هل انت عملت بكده اي عمل تطوعي الاختيار number c هو الاجابة الصحيحة which information did the manager find surprising ايه المعلومة للمانجر المدير ليهها حاجة مدهشة بالنسبة له لما علا قالت هالو ان علا likes weightlifting ان علا بتحب برفع الاسقال number d علا likes weightlifting number three why did the manager want to know if she had done any volentering ليه كان المدير عايز يعرف اذا كانت هي بتعمل اي اعمال تطوعية ولا لا علشان يعرف اذا كانت هي اه شخص طيب ولا لا to find out if she is a kind person number four what the main idea of the email ايه الفكرة الرئيسية الايميل اللي بعتها علا لصاحبتها الفكرة الرئيسية ان علا doesn't know if she has got the job yet ان علا لسه مش عارق ما تعرفش number b اذا كانت حصلت على الوظيفة ولا لا number five what does the underlined word it refer to كلمة ات اللي في الفقرة الاخيرة في البراغراف في الايميل سوري لما لتلاقى i explained that it had a very good reputation ات هنا مقصود بها مين ات هنا مقصود بيها مين ات هنا مقصود بيها number d the company الشركة سؤال number six what do you think the disadvantage means كلمة disadvantage معناها ايه معناها ان having problems عنده مشكلات او ليه عيوب مش كله مزايا number b having problems السؤال اللي بعده when was علا's interview امتى كان الانترفيو بتاع علا اه على حسب القطعة او على حسب الايميل the interview was on tuesday كان يوم الثلاثة on tuesday هنكتب طبعا الاجابات بعد ما نخلص الاربع سيلا do you think that علا will get the job هل تعتقد ان علا فعلا هتاخد الوظيفة why and why not انا اعتقد ايوا yes because she is sociable على حسب القطعة هي شخص اجتماعي sociable and has excellent qualifications وعندها مؤهلات ممتازة excellent qualifications سؤال number nine why you think that the manager wanted to know if علا spoke any language ليه المدير كان عايز يعرف اذا كانت علا بتتكلم اي لغات ولا لا لان الوظيفة اللي هي متقدمة لها وظيفة مرشدة سياحية وطبعا دي محتاجة انها تبقى عندها لغات the job is a tour guide the job is a tour guide so it needs language number ten how many people were there for interviews other than علا مين كمان كان مستني غير علا كان مستني الانتربيو two others اتنين كمان were there كانوا هناك منتظرين الانتربيو تعالوا نشوف الاجابات the interview was on Tuesday yes because she is sociable and has excellent qualifications the job is a tour guide so it needs language with two others were there where in novel السؤال بيقول how did saabt know كاليفة عارفة saabt that the king was at the castle of zinda ان الملك كان في القلع how did saabt know that the king was at the castle of zinda اللي جابة number b the drawbridge to the castle was always up the drawbridge كان دايما مرتفع لاعلى السؤال الثاني why did antoine de mabin wrote a write the letter to rassendel ليه انتوانيت كتبت لرassendel طبعا اللي جابة michael asked her to write it michael هو اللي طلب منها ان هي تكتب الخطاب لرassendel عشان تستدرجوا للسامرهاوس ورجالتو اقتلوه number three antoine de mabin tells rassendel اخبارت راسندل خطط مايكل michael's plan to become a king number a number four راسندل wants princess flavia to be the new ruler of ruthenia if anything happens to the king because لان دا this would stop michael from becoming a king اللي ان ذات تريه الوحيدة اللي ممكن يوقف michael من هو بالملك لو حصل حاجة راسندل خليكي انتع flavia الملكة سؤال اللي بعده in what way does rassendel realize that he can't have a quiet life anymore ادرك ازاي انه مش هيعيش حياة مرتاحة هادية بعد كده لانه دلوقتي عنده مسؤوليات لشعب كامل الناس اللي في روريتانيا كلهم because now he has responsibilities for people in روريتانيا السؤال اللي بعده why do you think that rassendel wants to tell princess flavia that he isn't real king ليه كان بيحاول والدرجة انه وايف وهيقول لها كمال لو لانه ثبت قاطعه ولحه ليه كان عايز يقولها انه هو مش الملك الحقيقي لانه شايف انه من عدم او مفيش عدل انه هو ان flavia ما تعرفش اي معلومات او مين هو زوج المستقبلي بتاعها او اي حقيقة زوج المستقبلي او ايه اللي حصل له he thinks that she should know هو بيقول انه هي المفروض انها تعرف what happened to her future husband ايه اللي حصل لزوجها المستقبلي نشوفي الاجابات حالا السؤال اللي بعد كده do you think rassendel was fair and just and why هل تعتقد ان راسندل كان عادل ولماذا طبعا yes because he didn't want to trick flavia مش عايز يغدع flavia وعايز يقول لها ايه اللي حصل لذوجها المستقبلي وهنشوف الاجابة مع بعض ووصلنا مع بعض الديالوج والمحادسة بتقول علي is interviewing aحمد about a job in an animal hospital في مستشفى الحيوانات علي بيعمل مقابلة مع احمد علشان يتعين في مستشفى الحيوانات علي بيسأله سؤال فقال له yes i have worked with a vet انا اشتغلت مع طبيب بيطري for six months قال له where are you from احمد انت منين رض عليه قال له i am from cairo 2 وانا كمان من القاهرة ورح سأله سؤال قال له i love studying spiders انا بحب دراسة العناكب i collect them انا اجمعهم كمان سأله كمان سؤال قال له i have one hair انا معايا هنا واحد if you would like to see it لو حابب تشوفه ورح قيل له كلام في رقم خمسة في ستة رض عليه الرض طيب تعالوا شوف السؤال number one هي بقى ايه بيسأله سؤال فقال له yes i have worked with a vet for six months نعم اشتغلت مع طبيب بيطري بسأله هل انت عندك خبرة كافية عندك خبرة في هذا المجال do you have any experience do you have any experience yes i have worked with a vet for six months قال له where are you from اكيد طبعا اللي جابه i am from cairo لانه قال له i am from cairo 2 يبقى number two i am from cairo السؤال رقم ثلاثة سؤال عن الاهتمامات ممكن نقول له what are you interested in او what are your interests دي صح او دي صح ما اهتماماتك الحاجات اللي انت بتتمي بيها وبتحبها what are you interested in او what are your interests قال له i love spiders and the collectism في number four هنا ما ينفعش غير ان احنا نسأله حقا اذا يعني باندهاش هو المفروض علامة التعجب بس اوكي علامة تتفهم اوكي really حقا وبعدين في number five i have one her and i if you would like to see it لو انت حابب تشوف العنكبوت اللي معايا انا معايا واحد هنا فراح عرض عليه عرض فقال له الرد طبعا هنا اه بيقول له it's not byzens ده مش سامي بيارض عليه انه يلمسوا you can touch it you can مش هينفع سؤال طبعا ولكن هيبقى جملة عادية you can مش كان you you can touch it فقال له no thank you لأ شكرا number six no thank you translation ترجمة او الكلمة بتقول unemployment اللي هي البطالة is a serious problem هي مشكلة خطيرة that public and private organizations must solve يجب هنا نازل نبدأ بيجب على المنظمات العامة والخاصة حلها نبدأ نقول ان البطالة مشكلة خطيرة يجب على المنظمات العامة والخاصة حلها جملة الثانية بتقول personal skills يعني المهارات الشخصية are qualities هي مواصفات that are needed ستحتاجها او بنحتاج لها if you want to succeed in your life تحتاج اليها اذا اردت ان تنجح في حياتك المهنية in your career in your career يعني في حياتك المهنية بل مهارات الشخصية هي مواصفات ستحتاج اليها اذا اردت ان تنجح في حياتك المهنية in your career ان البطالة مشكلة خطيرة يجب على المنظمات العامة والخاصة حلها المهارات الشخصية هي مواصفات ستحتاج اليها اذا اردت ان تنجح في حياتك المهنية سألتني صديقتي ليلة عما فعلت ليلة امس ووردت اني قد نمت مبكرا نبدأ بمي فريند ليلة نبدأ بالفاعل زي ما اتفقنا الانجليزي نبدأ بالفاعل وعرب نبدأ بالفاعل مي فريند ليلة اسكد مي سألتني عن هي عما دي اللي هي عن عن ما يعني عن ماذا فعلت اللي هو i did ليلة امس yesterday and i replied وانا رديت عليها اني قد نمت مبكرا i slept early but my friend ليلة asked me about what i did yesterday and i replied i slept early جملة التانية يجب على الشباب ان يقبل العمل في الاماكن النائية حتى لا يظلوا بالعمل نبدأ بالشباب yes وبعدين يجب اللي هي should وممكن استخدم must هنا للنصيحة القوية يعني ايما should ايما must يقبل يعني accept work يعني يقبل العمل في الاماكن النائية in distant distant الاخرة t distant places يعني الاماكن النائية حتى لا يظلوا بالعمل حتى لايب not to stay حتى لايضلوا not to stay لاني تو بس يعني لكاي و not to يعني لكاي لا not to stay وبلا عمل يعني jobless يبقى you should accept work in distant places not to stay jobless وبكده شباب نكون انهينا حلقة النهاردة اتمنى طبعا هي تكون افادتكم بشكل كبير واتمنى كمان لو الحلقة اعجبتك ما تنساش ان حضرتك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو حضرتك اول مرة تشرفني وتسيب الكومنت اللي من خلاله ممكن اعرف حضرتك محتاج ايه وانا تحت امركم ما تنساش ان احنا مكاملين في سلسلة حلقاتنا كامل معايا تابع وما تنساش كمان ان كل رابط الحلقات اللي فاتت هتلاقيها في سندوق الوصف اشوفكم الحلقة الجاية الى اللقاء اشتركوا في القناة